مرحبا يا اصدقائي كيفكم؟ اليوم نحن نعمل قصة الاولاد المتنمرون وبل ما نبدأ بالقصة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واذا كتير عجبتكم هدول القصص كتير للتعليقات عمل اكتر قصص ولكل واحد عنده افكار من القصص والتحديات اكتب لي ايهم بالتعليقات واللي بيكتب لي القصص رح ثبته يا جماع هالتحدي الكم اللي بيكتب لي اي قصة من اختراعه رح ثبته رح عمل له تثبيت يا جماع فهيلا ما حطولك دي اخرين نبدأ بالمقطع يعني يا ماما رحنا من ضل فقراء لش ما مكون اغنية يعني والله اني يعني ضلت عايشة وبدون مصاري ولكي كل هاي الغرفة ما فيها ولا شيء يعني يا ماما يررت لو نشتغل شغلة ما بقيت يعمل يا يا دمو ما فيها نشتغل شغلة يعني ولله اني عادينا هاي قمنا إن نوفر مصاري ومدري شو يعني يعني نحن عم نجمع كتير يعني عم حاول اني جمع قدر وعم أنا عم شتغل الكرشي اللي بيديك يا ماما كيف يعني عم تشتغل كل كرشي اللي بيديك يا ما كيف يعني عم تشتغل بيديك يا يا انتي بس يا طبعا عم تشتري الاكل يا طبعا نحن كيفنا نعيش يا بنتي قولي ان شاء الله مشان نجيب كتير مصاري يا بنتي ان شاء الله ماما لكني وزعت كل البطاقات للعالم وبعد معي اخر وحدة فلازم هلا ادور هون اكيد في اشخاص اتوقع هون في بيت خلينا ادي عليهم وعطينا هين المسابقة ماما في حدا عمداء الباب روح روح شو شو مين عمداء يلا او مين مرحبا ايه مرحبا هيا عنا هون بطاقة طبخ اذا بدك تشارك فيه ولا لا طيب اللي بيربح شو بيصير اللي بيربح نعطيه 100 دولار 100 دولار لا 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 اوكي هلا المركز التالي بنعطيه 100 دولار والمركز التاني 90 دولار والمركز الاوغل هو مليون دولار او مي جاد طيب اوكي بدي شارك ماشي تفضلي باي ماما 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 نعم نعم شو بيصير ماما في بنت عطتني هاي البطاقة شو هاي البطاقة هي بطاقة الطبخ يعني لازم يعني فيك تشارك على هالطبخ والمركز الثالث يعني بيكون مركز الثالث بيربح 100 دولار ومركز الثاني بيربح 900 دولار ومركز الاول بيربح مليون دولار يا ماما عن جد ازل احنا اننا في زيت يا ماما بيربح 100 دولار ومنحسن حياتنا بدرر مطبيعية واو هاي كترش حلو ليالت لو ننبح 100 دولار بس لازم معانا مطبخ لاشي وانت لازم تعرف اذا طبخي صح ماما انا بحيلا هلا ما بعرف بطبخ طيب انا عندي فكرة انا عندي فكرة شو ماما شو ماما قلنا نروح على الشيف على اي شيف ومنخليه بس يعلمك ونترجع للبيت بس بدون مصاري بس هو يعلمك يعني انه ما في داعي مصاري يا ماما شو عم تنزحي معي في مصاري اكيد طب هلا شو بنساوي لحنا اذا انت مو عارفان تتعلمي طب خلاص انا بعلمك بشي مكان تعي وان ماما اختي مع تعي هادول بتوقع انه في تحت الاشياء انه لا بس ما بدنا هوني هوا ما بتوقع بدنا طب هوني يا ترا في شي يا ها ها في ادوات مطبخ هاي ادت قديمة يلا تعي نشوف هاي هذه الطنجرة تاركين اكل هوني يا بنتي على حظك اليوم لما كان في مسابقة اجهلك هذا الاشياء يلا ماما المهم يلا ماما يلا بسرعة طب لش كبتي الورقة لما ماما عادي هلا برجع بس يلا بسرعة بكرا بكرا الساعة ده اي بكرا الساعة عشرة بقى منساوي هاد الشي بكرا الساعة عشرة او منروح يعني يعني هلا منروح عند الشريف يعني منزز المسابقة طيب يلا خليني بلش اول شي اول شي كيف تشعلي نار يا حظك على اليمين بتلاقي انه هيك زي فوق وشوف يدعي هيك و هيك انتي هيك هلا شعلتي النار اوكي 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 ماما عرفت هنجرب اشعل النار اوكي ماما شعلته شعلته براو كيف تحطيه اوكي بحطه هيك ماما براو اذا تطبخي كروسان مسلا بتحط الكروسان هون هو هلا كروسان ني وهلا شايفة كلمة عم تشوفة عم يتأمل يعني هو وسطه و عرفتي اذا هيك صالونا و بقى في النار و بقى في النار و باخده و كلي ماما كتير طيب اوكي ماما عرفت كيف اطبخ هنجرب الخبزة اوكي ماما عرفت كيف اطبخ اضعها هنا تسرع النار يلاه حلق اذا ما يصير غامق بدقة قيميا اوكي ماما لا تحكي لا تحكي كتاب اعرف فبعد ما هيك بط في النار وهيك يلاه ما في جبناء كتعملت برجن يا ماما يا ابنتي مالا ما في بكرة كتعمل مربة او ماما ما في لحان لا لا ما طيب خام ممنح قلنا نجيب هالساندوش وضع فيه لحمة واللحم شو بتحب فيه هون باستنها تستل كلا بعد مستويت بقيمة هيك ولفن ساندوش وهيك يا ماما هون خلصت هلا تعلمت الطبخ ماما هلا تعلمت طبخ كتير منيح برافو هاي كروسا معجا ماما كلي معلم ربا ممشو طيب يلا انا جاهزة لبكرة كلي هاي ماما انا جاهزة لبكرة طيب يلا تعني النام ولي صار بالليل تعب سرع بسرع بسرع النام تأكد انك تعلمت الطبخ ماما انا كتير تعلمت الطبخ عم جد هل انا صرت كتير شيف يلا خينينا نم ها ماما يلا نم 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 هاي ماما ماما امي شو صلت شو صلت ماما نازلنا الحفلة قديش الساعة مبعرف يا ماما بس يلا داعي بسرع علينا هلأ نروح اتوقع هلأ قلينا نشوف قديش الساعة حدفها جينا بس قديش الساعة الساعة سبعة ساعة سبعة ماما بس هي عشرة يا ماما لا بس ساعة سبعة ولا عشرة طيب الله اكني انها ونكمل نمنا يلا صلت ساعة ساعة ماما يلا بسرع علينا كتير متحمسة الاروح يلا يا بنتي تججعي خليك تكون كتير كتير منيحة بنتي كتير منيحة يلا بسرع تأخرت على هاي المسابقة يلا بسرع يا ربي انا ضعت يلا باي ماما تأخرنا باي باي حبيبتي يلا باي ان شاء الله يا رب تنجح امتص حبيبت يا ربي عطار نحن اي‌حوتي اي لم يلا باي ع شبك و хоть يلا بأسبة التلمان existence ايًا GU passwords اي در Baum انتنا pobre ايَّا اي باي عوعت انه� اي در milhões انتنا باسبة التلمان профي اللعنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت بباككس كتير حلوية اع هاي بتقرف مو حلوية تنشينيوم 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 يتمسخروا طيب ماشي يلا اول شي لحنا بدنا بيتزا وهذا هو لح يدوق جبنا كل واحد ملابس طبخ مسو انا ما الي مسو الله ما كفوا ابدا امر شخص ابدا طوخ امر شخص ايقظ امرش كانومي لحنا نحن امرش انا ماندي طريق ان نعمل فيها ايقظ ايقظ الهي تعتبر امرش احنا انا احنا نهاي انا اخلصت بيتزا خضراء انا خلصت ثم انا اخلها ماشق يلا هيزا تقطيب بيتزا انا خلصت وانا انا امسكها وحطها مع هايج مع البندورا وطلع طيبة انا خلصت احرقنا خليني بلش بس كدول الحار لا مبتد حار بس كدول هيني بلش قطعان هلا بدي عمل السوس هلا بدي عمل السوس هلا بدي عمل السوس هلا بدي عمل السوس ها 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 انا خلصت وحطت هون كاي جرمبه بقي لي شوية صويلص خلصت مشكلة كتير طيب تبعك شكرا كمانا حجيبت شوية ملح انا عطيني شوية انا حجيبها متوقع انا هيك وقلصت انا كتير متحمس انا يلا روحوا على غرفة الاستراحة ماشي يلا اوكي خليني روح يلا خليني نطلع يلا وطاعوا احنا كمان نروح مش هم نستنعهم ها ها انا فكر انه انه هي اللي بنتل حتوز يعني حالا مفكرة ايه متل ما قلتي مفكرة هيك حالا يلا ما حدا شايفنا هيا نمسك هدا الحار ونكتر كتير من الحار لان هلا ها هو ما يحب الحار ابدا حط كتير حار حط كتير حار ها هلا هيك ما تبقى ابيين حطر له الكتشب الحار ها يلا وين او اعمل ما عم بقلد البطولة حطي هاد السلسوس كتير كتير بسرعة 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 يلا يلا اوكي جماعة احنا هلا بنص الحلقة والله يا جماعة انا تعرف انه كلهم هيك بيصير معي ان الشخصي اللي انا بعمل فيها كل يوم حلقة بتختفي لان يا جماعة والله ما تلاعرفش بدي احكي يا جماعة فوق يا جماعة لحنا امر الشخصية يعني انتو اللي تعتبروها انه كانت هنا هي خيال الشخصية انا شفت كل شروق اللي كنتو انتو عم تعملوه شامت عم تحبوه شامت عم تحبو البنت يلا هلا احنا اجينا لنشوف البيتزات وهلا هو راح يبلش يلا اول شي انتي احنا هنا بيضتي احنا ندو متقرف كتير كتير فيها فلفل يلا حد لا تزعلي قصة انهي البنت مناح تكون لوزر يلا دورك ها بندورا لماذا هيك البندورا البندورا ابدا ابدا مننو نظيفة يلا دورك ها منا كتير يعني طيبية بس يلا منيحة دي بعدك يلا هنين دقوا شو صاير شو صاير تاعة تاعة ليش ليش هيك كيف هيك مكانت الطبخة تبع كتير كتير حلوة كيف هيك عمال وكيف هيك انتزعت كان كتير طيبة لا تقلي انا كل شي هون صورت ولي يا الله صور كل شي لحت بهدلنا انا فرجي لي هالبنت انتي تجاية تتسمميني انتي بعطيكي صفر من كل شي لا تعيط عليها شوف شو عاملوا دول البنات اعطيني شوف شوف شو ها طرحوا هدول البنات انتم مطلطين انتم بدون اي شي عمدي كتير شكرا لك ان انت فرجتنا الحقيقة فانت ايلك تسعمية دولار وهلا هي لحت عمل لي بيزا تبع يلا عملتا يلا تدوها هم وظهر لماذا؟ ليس جدا كافي انا من هل بنت هلا امي كتير كتير لعت ببسط و رح تنصد يا وليش بنتي كتير طولت يعني صلى كتير ساعة ما او صلى شي انا كتير فرحانة ماما انا جيت كيفك يا بنتي ماما عندي اخبار كتير حلو اليك شو هي ماما انا فزت به المسابقة وربحت مليون دولار عن جد مبروك يا بنتي كبير انتي كتير كتير مفيدة بالحياة ولو انتي منك بنتي كنت كانت حياتي طول عاملك كانت فقيرة ييييييي هيك يا جماعة بنكون و وصلنا